كانت آمنة جدا إلى ما قبل ثلاثة أيام عندما بدأت مناطق في الغرب الأوكراني تستهدف بشكل متكرر آخر الاستهدفات حصل في الصباح المبكر أمس ضد بلدة صغيرة هي يافوريف ومع ذلك تواصل الجمعيات الخيرية هنا والمنظمات الإنسانية عملها الذي يتمثل في استعاب أعداد كبيرة من اللاجئين من كل المناطق الأوكرانية الذين يأتون إلى هنا إلى هذه المدينة ليفيف كبرى مدن الغرب الأوكراني نترك الكاميرا تتحرك قليلا على هذا الصف الطويل على هذه التجمعات الكبيرة للاجئين في قاعة فنية هذا مدخل لقاعة فنية قاعة للفنون تحولت كغيرها من قاعات عدد كبير من المدارس والكنائس والمتاحف والمسارح والمصانع تحولت إلى مراكز مؤقتة لاستقبال اللاجئين في كيفيف في ليف عفوا والتي تطالب السلطات المحلية فيها الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم اليوم قبل الغد عمدة المدينة يقول أن المدينة ما عادت تستطيع أن تتحمل هذا الوضع الصعب وتشير السلطات المحلية إلى أن القصف الروسي الأخير على يافوريف يحمل رسالة إلى سكان ليفيف أيضا مفادها أنه لا توجد منطقة آمنة في أوكرانيا بما في ذلك ليفيف هذه عناصر من الجيش الأوكراني تساعد أيضا في تقديم المساعدات الإنسانية نحن هنا في الوسط وسط المدينة التاريخي المدينة عمرها 800 عام 8 قرون نعم 800 عام وهي مدينة تعتبر معقلا للقومية الأوكرانية المعادية لروسيا